مع عبيد لبريكي الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام يا عبيد مرحبا بيك أهلا وسهلا شكرا على الدعوة شكرا عليك على قبول الدعوة بيان مجلس الأمان الموسع تونس في 28 و22 وبعض المقترحات الموجودة الآن لإجراءات سريعة يتحدث عنها تونس إلى الأمام نرجع لها شوي أخر على مستوى تنظيم الحياة العامة وتحسين المحيط مهمة نعتبرها نرجع لها من هنا لنهاية لقاءنا لكن نرجع للمستوى السياسي في المستوى السياسي الأعداد المحكم للمحاطات الانتخابية المبرمجة عبر سياغات قانون انتخابي المحاطة جاء هي القانون الانتخابي رئيس الجمهورية موراش أنه يأمن برشة بفكرة التشاركية يقلقك أنه المرسوم 117 والمرسوم الانتخابات مثلا يهبط كيف كيف يهبط في شكل مرسوم يحدد قانون اللعبة الانتخابية القادمة أولا هي القانون الانتخابي ليس محطة المحطة هي الانتخابات الديسامبر قانون الانتخابي آلية من آليات الاعداد لمحط الديسامبر صحيح وإحنا في تظاهرنا من أجل إنجاح محط الديسامبر لابد أن يستند معتها إلى قانون انتخابي على الأقل يتم التشاور فيه مسألة الفردية هذه معتها رغم أنه فرضتها ظروف معينة بين قوسين لو ما كانش القرار الفردي اللي استجاب لتحركات الناس في الشارع إلى خير وما نحبش نرجع على التالي لأنه مهم الحديث على القدام تقول التالي ولت وكاني صفحة مطوية إذا ما كانش القرار وقته فردي بحلان وعملان رانا أحنا ما نحنش في المستوى هذا لكن أن تستمر الأمور بهذا الشكل أرغم أنه خطاب رئيس الدولة الأخير ما عادش فيه قررت وبيني وبين ربي إلى خيره تخص فيه بعض التحول عندما يقول يا شعب ما عنا عمنا وما عنا عمنا إلى خيره يريد هذا يتجسم من تول أولا في القانون الانتخابي اثنين خليني نسبق شوية يريد تتجسم حتى في طريقة معتها الإمضاع للدستور معتها كان من الأفضل باعتبار ما حتى مهمة أنه تكون في موكب بأسفوارش كون فيه مش هنال إشكال لكن أنا رأيه مش مش استنقاص من قيمة رئيس الجمهورية ودوره لو كانت العملية تم في موكب باعتبار أهمية الحدث هذا بصرف النظر على شكور راضي عليه وشكور راضي لأنه واصبح معتها مسألة واقعة أعتقد ودعوة واحدة أخرى رأيه القانون الانتخابي لا بد من أجل أنه على الأقل يحفز الناس ما أمكن نحو انتخابات شفافة وانتخابات ديمقراطية تم التشاور فيه خاصة لما في أحديث عن نظام القاعدة في الغرفة الثانية هذه متاع المجلس الوطني للأقليم والجهات خليل المسألة هذه تحسب لأنه الأحديث ارتكز هنا بركمة ما هو شي مركز على مجلس النواب مجلس النواب الشعب واضح خاصة بعد التنقيح منتاع الدستور لكي تسع عبيد لبريكي اليوم الحقيقة اللي بهت هو أنه الدستور بش يعطي أبوة فردنية لرئيس الجمهورية دستور قيس سعيد سيكون كذلك سيكون كذلك قانون الانتخابي لقيس سعيد بقواعة قيس سعيد رئيس الجمهورية الانتخابية اللي هي بش تكون مؤثرة مؤثر على التمثيلية غدوة تشريعية جهويا وإلا انتخابات ولذلك جمهورية قيس سعيد موافق سيادتك عليها واضح أنا بالنسبة لي ميقلقنيش برش حكي الدستور قيس سعيد تهي الإصلاحات في تونس سميت بالأسماء إصلاح المسعدي إصلاح الشرف إصلاحين ميقلقش هو يعرف سيد الرئيس يعرف أنه بش تسمى باسمه هو يعرف إسمعني إسمعني كلك خلي الفكرة تمشي لأخير بعدها ميقلقنيش برش نحكيه على إصلاح برقبة ومجلة الحوال الشخصية هذا ما يزعج شنو اللي يزعج محتوى الدستور إذا كان ميكونش منسجم وطموحات الناس هذا المهم في هذا أنا نقيم الدستور والتسمية ترتبط بشخص ميقلقش برشة حاجات في العالم ارتبطت بالأشخاص هذا يختلف على القانون الانتخابي مش مجكلة الدستور لكن ديما نقول لك القانون الانتخابي آلية عندما نحكي مستقبلا كان عشنا الكل مع بعضنا نحب ونحكيه على انتخابات ناجحة في 17 ديسمبر وشاركت فيها برشة ناس بصرف النظر على الاختلافات عندما تيائل هالأرضية الباية من العناصر المهمة في الإعداد لهذه الأرضية القانون الانتخابي هذا كعلاش الدعوة متجدة وقلناها برشة مرات التشاور في باية خلنحسمه هالمسألة هذه هنا نقول لك دكار الفردية ما هي شباهية لأنه التاريخ علمنا حاجة لابد من زعيم في كل مرحلة معاينة عادة زعيمة لابد في كل مرحلة لكن استنى عادة تبعني عادة الفكرة اللي أخر بعد كل لابد في كل محطات لكن الزعيم وفردا لا يغير التاريخ التاريخ تغير الشعوب وقتاش الشعوب بمختلف مكوناتها عندما تختلعها بالمسار هذك علاش لابد من تشريك الشعوب من خلال المكونات اللي موجودة واللي على الأقل تطمح إلى الخروج من المرحلة المالية الحالية والقطع مع المرحلة الجيل مش قضية وقت اللي فما زعيم بين ظفرين لابد في النهاية معتهم عادية هرجع للتاريخ الكل ما نحاولوش من شخص لكن الفردانية نزيد نعودها تصبح مذرة إذا كان الفرد الزعيم يعتقد أنه كل شيء يعمل صحيح فيما هي جزايا شرك الناس في الجانب هذا موجود مسألة الدستور حسيمة والناس عطاها ترعيها وصار تشعر بشكل أو بآخر وخلي الدستور قيسعيد وجراءات ما لهم متاع الـ 25 جول لأشكونا عمل ما هو وجراءات قيسعيد هذا ما يزعجناش اللي يزعجن الآليات التي تؤدي إلى المحطات المهمة واللي بيش تكون عندها تأثيرات على تاريخ صارت على حاجة أخر صارت على شنو مش على الزعيم صارت على لأنه تكون فما حياة تونسية مفتوحة لكل القوى الحية في البلاد أحزاب إعلام مجتمع مدني هذا هذا المهم جوهر جوهر التحركات اللي صارت فيها الثورة هو الجانب الاجتماعي اللي أثر سلبا على البلاد هذا ما في حتى شك والجانب الاجتماعي خلنقول لك عادة أنت تسيني سؤال جاوب اللي بي كان الجانب الاجتماعي اللي كان مهري كانت فما آلية للتحكم فيه القمع دون كذا عليش صارت اليوم شنو المطلوب بسيدي الحريات هنا شفنا بره كل واحد يسب اللي يحبه والمناخ حتى اللي صار فيه الاستفتام اللي حبش نرجع له معاتها ما هوش نفس المناخ اللي صارت فيها التنقيح متعد دستور بلعلي وقت اللي حب يحل اللعب اللي خير اليوم وذك عليش في مقترحاتنا قلنا الجانب الاجتماعي مسألة مهمة ومحددة في رسم الأفاق لهذا السبب معناتهم ما موجي لسبب هذا حكم واحد ولا محكمش ثلاثة وهذا محطة ديسمبر يجب أن ترجع المؤسسات للنشاط راهو مش معناها نقوله تونس ما في حديث يقول لك كل مرة الجي الرئيس جوعكم وعده وهو السلطة التنفيذية سيب بابري فهو مجلس نيابي والمجلس نيابي عنده صلاحيات على أنها محدودة يا سيدي هو بش يراقب الحكومة هو بش يصحب الثقة وهذه في الكوارث اللي عشناها في السابق هذا المنطق اللي قوتنا لكن من مرة أخرى نأكد لك أنه الفردية لا يمكن أن تكون آلية لفضي الغازي الكون وكلها لابد من من عملية التشريك بشكل أو بياخر خلي معتها كل واحد يعطي رأي وفي النهاية تبقى للأراء والأفكار قرر عبد البريكي اليوم حزبكم يقدم عديد المقترحات نرجع لها بل تقريبا في مجملها مهم أنه نحكيه الآن على حزب يقترح وانتو كان لكن جبت سيتك على الموضوع الاقتصاد والاجتماعي خليمشوا لوراس اليوم اللي محطوط على الطاولة هو الإصلاحات الكبرى إصلاحات الكبرى منها هي يجي كل شيء فانتقونت إذا كان منطلقوا فيها تعطينا تقريبا ذهنية الحكومة وسيسعى ستسعى السلطة الآن إلى تحقيق هذه الإصلاحات الكبرى نبدأوا بموضوع الدعم الخبراء يقولوا صعيب يسر اليوم تحكي على دعم في الوضعية الحالية الاقتصادية للبلاد وقتلي القدرة الشرائية مضروبة وقتلي التضخم 8.2% كيفاش انت تزيد الثقل على التونسي وتمشيله إلى فكرة الدعم شو تعمل السلطة في هذا وانتوما شو رأيكم في حزبكم أولا خليني ملاحظة واختصر جدا صحيحا الإصلاحات مهمة جدا لكن احنا في رأينا في حركة تونسي الأمام المهم كيف تهيئ لخوضي نقاشا في هذه الإصلاحات وهنا نسمع فيكم بكري تتحدثوا نحب نأكد على أنه الاتحاد مهما كان وضعه مهما كان وضعه التاريخ علمنا اللي بقدر ما يتوفر مناخ ملائم لخوضي حوارا في مختلف المسائل بقدر ما الإصلاحات أو المسائل تنجح هذا كعليش راهو معناها الخطوة بأنك تقفز خطوة القدام ما هيش هذا الحل واحد اثنين العام الدعم شعار النسل كل وهذا كعليش يجب أن يحوار فيه هو الدعم لمسحقي كيف يجسم هذي شنو الطريقة اللي بيستمتاج تجارب في العالم مشكلتنا في تونس هي التالية أحيانا تسمع نفس الشعارات ترفعها لحكومة ويرفعها لاتحاد لا بد من إصلاح المؤسسات العمومية بما يدعمها ويجعلها مؤثرة في الانتاج ادخل ناقش يلا والاتحاد نفس الشي المؤسسات مكسب عندها مشاكل يجا ننظروا فيه أنا الأوال للدخول فعلا في الحوار هذا ما نحبش نقول بشكل مستقل لأنه دي ملافة مي نحبه ولا نكره في المرحلة الحالية ضغط وعنده معانتها صروطه معروفة لكن بما أنه الشعارين هما نفسهم علش بتنطلقش العملية الدعم المستحقي يجا نشوف وش معانيتها دعم المستحقي يالترا تم التعويض الناس معينين هما اللي يستفيدوا ويلزم يستفيدوا من الدعم والقيام ما يستفيدوش ولا الجواب على السؤال هذا باش هتلحدوش كونه النسبة هتنعملوا قاعدة بيانات أربع ملايين وزارة شؤون الاجتماعية تقول أربع ملايين مش هستفيدوا من هذا سبعين في المئة من الشعب التوسي وثلاثين في المئة لا أدخل للمعترك وحكي في الجانب هذا مثالك الوظيفة الهمية نفس الشي لكن في الأثناء هو الحوار لم ينطلق بعده في الجانب هذا الوزارة شؤون الاجتماعية تحكي على معطيات وهي تحكي على الزيادة في السميق و السماك بينما أعتقد أن مشاورات تمت كان المفروض يقول هذا رأيه بعد مفاوضات مع الاتحاد وبعد مشاورات مع تحاد السنة والتجارة وصلنا إلى الرقم التالي معتها الوهل استحواذ على المعلومة وكاني مثلا أندو موجا أندو كانت مشاورات هذا نقول هو باش من قزموش لا الاتحاد ولا المحطة المنظمة الأخرى متاع العراف لأن المرحلة الجاية تقتضي توافقات بالأطراف هذه من أجل تهييت أرضية متاع أسلح هذه مسال أنا أعتقد تتصلح بسهول لكن هل ندخل في الحديث ندخل في الحديث وقت اللي يكون فما حد أدنى من الشفافية وقت اللي تقول لي أنت أربعة مليون وإلا الرقم اللي هو في علاقة بالمستفيدين بالدعم أنا نقول لك يا أخي يقابل بعض ولا ما يقابلش بعض إذا كان أنت باش تمشي للدعم باش تعطي تقريبا 70% متونس أي أشربحت أعطيني الرقم خليفهم أشربحت أنت لا أصبوا هذاك لماذا قلت لك التفاوض هو اللي يجيب إحنا ما لناش المعلومة كاملة هتحد مع ذو المعلومة عن مجيلة يسنرمال عندما تنطلق الحوارات كل شيء باش يطلع من خلال الأرقام سواء من الاتحاد ولا مجمع ينجم يكون 30% 30% تبعني في مليح معناها أن عكاساتهم على ميزانية الدولة أكثر من نسبة 70% ورد جدا معناها ينجم يكون عمليا ربما الخراب الكبير المسألة الدعم هي لوطلش تستهلك هي للبرش يتهرب هي عندما تجي تحسبهم قد يكون 30% عندما يكون من عكاسات رهيبة أكثر من عكاسات 70% بشتربها ميزانية الدولة الأن اللي نعرفه سعابيد في العالم هو أنه أي حكومة قادمة على إصلاحات الإصلاحات هذه تكون شفري تكون مرقمة وتحكي معها الشعب متاحها بشفافية هالمهموتة هذه متاعس 4 ملايين و70% وتقريبا فيها برشة ما يتقال فيها برشة ما يتقال بالمسؤولية المسؤولية السياسية خذلك لك أنا حاجة وعشت برشة تجارب لو تخرج الحكومة وتعطي مباشرة الأرقام للشعب من غير ما تعدها من التي حتى تولي مشكلة كبيرة في البلاد عندك طرف اجتماعي أنت هو لمثل العمال اللي بش يكونوا معادها الأجارة خاصة وحتى البطالة في جزء معها لو من يكونوا معنيين بهذا عندك الطرف قدامك تخلي تنطلق ويعطي الأرقام للطرف هذا وتخرج عندنا وقتها الأرقام ويقول لي فم حديث في وسائل اللي هامو عند الرأي العام الشعبية فم منهجية في التعامل لأنه إذا تتعدل أطراف الاجتماعين وتطرح بشكل مباشر وتقدم الأرقام تتعطيها هنا في تصور بحكم التجربة تقول لي نتيجة عكسية اللي قاعد صاير توا يا أولدي أبدو أبدو من غير مغلطعة ومن غير واحد يفهم اللي قدوة عندنا خمسة زي خمسة تتحول إلى لجان وإلى عقد اجتماعي جديد إلى آخره تخلي هالأمور هذه الذوب وما نحاولوش نركموها لأنه إحنا في مرحلة صعيبة جدا في تونس معتها ما هي شي مرحلة عادية مرحلة قيمة العمل فيها في وضع بأسوأ منه ما فمش استرجاع حيقتضي التعامل مع الأطراف مرحلة في عدد ميزانية تكررية الميزانية الجائعة شو رأيك في قاعدين يديروا جزء ما في المرحلة هذه يا سيحابي شكور يديروا فيها تعرف شكور تعرف تعرف مليح اللي يديروا فيها هما السيدة السيدة نجلة بودن على مستوى الحكومة إلى جانب السيد وزير الشؤون الاجتماعية إلى جانب وزير الاقتصاد وبتبيت الحال هما يرجعوا من بعد في قراراتهم الرئيس الجمهورية لكن شو رأيك في الاتحاد تعرف شكوري تعرف مليح الاتحاد سيحابي إذنك شو رأيك في الناس اللي موجود في عهدتها اليوم إدارة هذه المنعرج الكبير في تاريخ تونس معنا الأداة فيه جوانب الأداة فيه جوانب مش خائبة لكن فيه جوانب أخرى تحتاج إلى كثير من المراجعة شو هذي نشو هذي بلو أن ندخلوا في التفاصيل جزء وإن شاء الله يكون صحيح الأخبر متاع استرجاع مؤسس متاع انتاج الغاز بالنسبة 100% نقول والله يخطوة مهمة إلى الأمام ياريت هالمسألة هذي تتعمم كي نقرأ اليوم إجراء متاع الواحد في المياه وفعلا فيه مظلمة للمتقعدين اللي هم عددهم كبير وناس يعاني وبرشة وانا متقعد وعندهم أولادهم دي جاء في كفلتهم لأنه مشكلة متاع بي طالع هذا إجراء مهم هذه رسائل مهمة لابد أن تتطور لكن غير كافية اليوم عندك الشباب قدامك هو سؤالي كان حول إدارة المفاوضات سيا عبيد مش حول القرارات السياسية حول إدارة المفاوضات أنا رأي هونعتي أنا رأي خلينا من الأراءة الأخرى مهما كانت مهما كان يا سيدي وضع الاتحاد مهما كانت طبيعة العلاقة تعلمنا من التاريخ وعشناها مرات أنه أحسن المراحل اللي عاشتها تونس هي اللي فيها التوافقات بين المنظمات الاجتماعية والسلطة مهما كان دونك تحاوروا تفاوضوا حطوا كل شيء على الطاولة وطاولة جيب هذا هو الحل بالنسبة لتونس المرحل العليا الطاولة جيب حاجة مهمة لكن الرئيس أشار الحاجة مهمة في الخطاب الأخراني يقول التعاملات ما ينزمش تكون قطاعية لأنه اللي يضرر تونس هو أنه كل قطاع يشوف تونس من خلاله هو في المراحل الأخرى العودة إلى مركزة المفاوضات معاًتها في علاقة بالزيادات في الجهور نحن نعرف مليح 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 معاًتها فم مقاسم مشترك اسم البوفورداشا البوفورداشا يناقش عادة في إطار القواص المشتركة بين مختلف القطاعات وتبقى بعض القطاعات عندها استثناءات تعالج هذا هو الطريق السليم اللي يؤدي إلى أمن اجتماعي يمكننا فعلاً وقتها من الحديث على رجع قيمة العمل قال هو إن شاء الله يقصد هذا أنا نقول في الغطاب إن شاء الله معاًتها مسألة مركزة خلينا خلي التونس الكل سمحني يشوفوا تونس مشتطاعياً يشوفوا تونس في وضحها الإجمالي ومن خلال هذا التصور كل واحد في خضم المفاوضات اللي تصير يكون معني بهذا لأنه اهتران القدرة الشرعية ينسعب عن نفس الدرجة هذا يهز إلى نظرة يهز إلى نظرة معناها عليها برشا كلام حالياً فكرة أنه رئيس الجمهورية قد يسن من بعض قوانين تعرف الدستور جديد يمنحه يمنحه هذه يسن قوانين اجتماعي ما معانيتها قوانين اجتماعي البعض ما معانيتها قوانين اجتماعي لأنه الدستور في بعض الجوار صندوق بيطالة مثلاً صندوق بيطالة مثلاً هذا مهم جداً مهم يسير وقت يسنه ما هو شيء يسنه، المفروض ليسنه إلا بعد مشاورات لأنه، صندوق الأرض مع congnitoين بين الناس que صندوق الأرض معني به صن Southerniquan يmarkt"; صندوق الأرض معني به الشباب المعط !!!ali shola Paraga وصندوق الأرض معني به صاحب العمل لأن وقت الوحد يشعر أن يبقي من خدمته يأخو Тbes etmeté يقول لي في خدمته يؤدي لماكسيبال الناس كل في حاجة الأمن مسألة العلاقة بلقيت على عام الخاص جاء فيها فصل واضح هي علاقة التكامل تتفضل وفصلون الفصل هذا مسألة فصل مهم جدا يقول لك معانتها العمل اللائق والأجر العادل يجب أن تفهموا سيدين وشنو الأجر العادل وشمعنها في مفهوم منظمة العمل الدولي هذي كلها مساءل تحتاج إلى سياغة يا سيدي حتى مرسيم لكن بعد المشاورات فعلي أنه في أشأن الاجتماعي يعني الأطراف الاجتماعي أنا فما حاجة تبهتني كخطيئة أصلية سعابين أخي خلحبك تجاوبني عليها وهي أنه اللي ننتخبه رئيس نحبه يقول لي قبل ما يدخل الرئيسة شنو هي نوية عمل جنفة مسعابين مثلا في علاقة بالقوانين الاجتماعي أنتم موجودين زيادة دائرة كمقترحات عندكم سندريبة على ثروات الكبرى وقال لأني نعمل تدقيق على ثروات وقال لأني غدوة هذا الكله نجم يكون موجود في ذهنية الرئيس وداير نجم تفهمه من كلامه إيه لكن سيدي أخويا فكأن أنت عندك دستور 2014 وبفعل الثمانين نحيته ودخلت على دستور جديد وجدد شرعية نجده شرعية رئيس الجمهورية ولا لا هذا السؤال أنا بالنسبة لي وقد أكون نشازا الآن غير ما تروح حتى جديد شرعية رئيس الجمهورية لأنه أنت حتى كنغضوا يسن قوانين جديدة أنا هي قوانين جديدة أشكن بشي سنها هو هو في فترة هو بدستور جديد سيد العبيد خلينا نتعاملوا مع المسألة من هنا للانتخابات التشريعية أحنا داعيين إلى استصدار مرسيم والتعجيل به في المستوى السياسي وفي المستوى الاقتصادي أعطيني عنا منها القبرة هني قلت لك مثلا إخويا المحكمة الدستورية سيد دستورة ما تم تلبط فيه هيش تستنى بش تعملها مثلا المجلس الأعلى للتربية شنو تستنى بش تعملوا وإحنا في مأزا قبير رهما تنجمج تقيم بلاد وتخرجها من اللي هي فيها من غير عرص والعرص هي الإصلاح التربوي والثقافي هذا تويز مينجز العلاقة بين العام والخاص تفضل شنو اللي تقصد بها عمليا هتعطينا اللي كنت أحكي فيها أنت تاوى جرمت أنت التهرب الضريبي ناي يتفضل هو في برجة بتهربين ضربيين هتعطينا مرسوم يجسم الفصل هذا دونك أحنا ما نشفشنا نتظر في اقتراحاتنا إلى الانتخابات التشريعية الجاية لابد من إجراءات حينية ومؤكدة يتبع الانتلاق مراجعت مراجعت لاتفاقيات الشاركة أي وين المشكل راه البلاد تهتكت من برجة عاجات أنا نقول استحسنت أنه لا ما سمتع سوسة رجع يخدم لأنه تهتكنا من هكا اللي نوك سمتع تركي يتسترى يودي خلت أرجع يلا خلت أخدم دونك فيما إجراءات أنا أنا رائع اليوم أنا الأوان باش الشباب ما قلت إجراءات يتسترى أنا إجراءات وأنا بعث مؤسسات صغراء متوسطة تجينتو مع الوصول الشماء في حزبك تقول تجيع شباب على انتساب الحساب الخاص سيساش نجي تقوله يجي تجيب لي حاجات تجيب الناس وتخلي الناس تطمان ديني فرابل هاي هذي اللي تنجم تركح شوية وتخرجنا بالتدور واللي في الهوية السياسية العميقة باكش رئيس الجمهورية يستنى في توازنات مجلس الأقاليم وتوازنات مجلس النواب دونك لهنا لهنا نرجع لسؤالي مرة أخرى هذا أوكي يخرج بمراسيم قولي انتي هذا ديني فرابل في روح خمسة وعشرين وممكن يتعمل توا وبهي للتوانسة ومعليش حتى أدنى اعتراض ايه لكن البقياس يا عبيد فما شكون يقول رئيس الجمهورية مرة أخرى نقول لك خارج بشرعية دستور 2014 القسم صار عليه هو اليوم عبير موسي واضحة في كلامها تقول القسم صار على 2014 اليوم ما عنديش محكمة دستورية وما عنديش مجلس نواب القسم على دستور جديد ولا على رئيسة جديدة رئيس الجمهورية لازم يجدد شرعيته ليه أنا بالنسبة لي رئيس الدولة كان في مرحلة معينة ما عنده حتى صلوحية ونسي كل تعرف هذا يتاول عنده كل صلوحية مش نجي نقيم رئيس الدولة على ما صار ما كان فيه كان السياسي في الأصل كانت العملية كانت العملية ايش نقولك سمعني كانت العملية معتها قايمة على تركيز بعض الإجراءات السياسية للتأسيس لتونس أخرى باهية خائبة تسترى مش هذا غدوة الرئيس هذاء باش يترشح فرضا على شنو باش تخيموا معناها ندخلوا ونضيعوا الوقت في انتخابها تهرات ستر شماز الفائل لما ندعمين تعطينا لننطلقوا في الوضع الجديد وننطلقوا بمجلس نواب وكان نجربوا شنو هالغرفة الثانية هذه معاتها وشنو دورها رغم أنه دورها منحصرة في حاشتين وانا أنا نقول خلنقول لك خلنقول لك نسمعني مليئة مليئة حتى النخر دونك قاعد تقول لنمشيوا الفين وربعة وعشرين بناء على دستور تعمل على الفصل الثمانين إلى حدود تقريبا مش نخرجوا من الاستثناء لكن مش نخرجوا من الاستثناء بشرعيات منين جاية الشرعيات أو فانت كونت الحقيقة فهموا مشكل شو من الاستثناء نخرجوا من الاستثناء بانتخابات تشريعية برلمانية متاع 17 بش يولي عننا هيكل تشريعي اللي هو مجلس نواب منتخب وبش يولي عننا هيكل آخر ما زالنا ننتظر في القانون اللي انت غابش نولي فيه وهذا مهما مهما كان وضعه المستقبلي زيد سجل عليها هذا متسانش سيكونوا أفضل بكثير من فصل 17 وجد للتزيين في دستور 2014 على قاعدة التمييز الإيجابي ولم نرى من التمييز الإيجابي شيئا هذا بش يولي الناس اللي في الجهات وفي المحليات معانيين مباشرة تنسليني بتعديلها يا شقرها بش جوي بش جوي خلنشده فيه خلنت تفق على لي ما لزم يفهم ما هاته بش يولي الجهات والمحليات ينخشوا مباشرة في ميزانية الدولة هنا عم أنا عندي حاجياتي يقدمها دوقت متقدم على الفصل حتى كنت طلعي بالقرعة مثالش كيفة حتى كنت طلعي بالقرعة مثالش لا بدي ما نحكيش أنا مذبية لا هو يقول لك حتى بالطريقة ذي كميش قرعة القرعة بش تولي بعد ما يتم انتخابهم في المحليات حسب برنامجهم بديش معتها في المحليات من لوو الانتخابات الانتخابات بش تأدي لناس يمثلوا في المعتمديات وداخل المعتمديات وقتها يمكن تكون هالقرعة اللي يحكي وعليه لطول ما نعرفوا شيء ماذا نعرف واحد بش يمشي الجهات واحد بش يمشي الوطني دوقت الانتخابات موجودة في الأصل حتى بش شكل هذا احنا ضد حتى بهذا الشكل اللي فيه انتخابات معتها قاعدية ثم يتم فيما بعد الاختيار على قاعدة القرعة احنا ضد لكن هذا الهيكل أفضل من فصل وجد لمجرد ذر الرماد على العيون بالنسبة إلى الجهات التي لم ترى شيئا من التمييز الإيجابي بل ازدادت كاث على كاث في كل الحالات مرة أخرى بش يقعد موجودة عنها مشكل متاع شرعية على خاطر وقت اللي عندك مجلس نوى بيطلع في في 22 في 22 17 ديسمبر وعنده خمسية يحكم فيها رئيس الجمهورية في الأثناء في الأثناء شرعية بالانجاز سعني خليلي يقول لك شرعية بالانجاز إلي قعد أوقنا يذكر شرعية بالانجازات لا لا شرعية بالانجازات ما معناها بالانجازات بعد الإجراءات الاستثنائية اللي تمت واللي نعتبرها احنا تصحيح مصار ناجح مقارنة ما معناها ناجح دي ما فم ثغرات في الطريق في بعض النقاص هذا يعتبر معناتها وضع استثنائي متطور على السابق يؤسس لوضع جديد على المؤسسات تلعب فيه الدور معناتها المحدد مستقبلا ما هو شيء هيكل تشريعي فونتوش يلزم يكون عنده دور حتى في علاقة بالسياسات في البلاد المؤسسات القضائية إلى خير يجب تاخد معناتها مصارها طبيعي وفق ما تم عليه التنصيص في الدستور هي مرحلة تجيس جستما لا تجي محكمة دستورية وغضوة هي إذا كان حدت عنها هتنشوف رئيس الجمهورية توا المحكمة الدستورية توا يزم يتم التنصيص كنت أقول لك فالحاجات نجم تتعمل بمراسيم ما فيها حتى أشكال وأنا دعينا لها أحنا في البيان في المستوى السياسي وأكثر من هذا دعينا إلى إجراءات أنت قلت من الأول ما تطلبش فلوس فما يجرعها طول الناس الكل تتشكها في تونس حشاكم من لو صخ في البلاد وما تصلحش وحتى التوريزة ما أنا عشت وشيء تشفت والمنطقة أنا فيها تسمع في ناس تتحدث سنبالة تونيزية يقول لك هكا بعد تسمع فيه وتعادل ما يجيلي تونس بريمون خيشني الوضعية أنا قلت شنو الضرر تمت في ظرف معين في الاتحاد سوفيتي يجيك نهار في الشهر يتخصص هذه تظهر كأني سيد جوا بسيطة في رواندا رواندا كانت في وضع ناس كنت أعرف خذت الجائزة الدولية مع نظاف النظافة يا أخوية تره نجربها ما هو الرئيس نقوله كيف كيف والوزير والمواطن في المنطقة الجديدة تترى النهار نختروه سبت من كل شهر الناس كل تهبط طوما لو ليها بتوكينا عشرين في الماء وفهم الناس يقولك سيب عليك لكنك تصبح عادة بعد وتشوف الناس بعد التغير طوشو شنها تأثيرها الحاجة الثانية انت طو تسير كيلي بكرهبتك في البلاد تشوف في ناس شي غريب تشوف ساعات وربما احترام من الناس كل تاكسي جماعي الفيروش قدامه ومش هو برك ومتعدي بكيك يحفز ويحرق في الظوال الأحمر حتى لو خداقش وش نقعدوا في الوضعية اللي احنا عشين فيها تاوك شنو الاشكال فيه انك تراجع قانون الطرقات وتراجع ينعمل مقالفات واللي باش يخاف من هذا واللي قاعد يخالف في البلاد اشكال السلم الشي ما يحب يغش حتى حد السلطة لا 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 منتهاء عد وقتها ما عملنا شي لانه عندما تقول قوة الدولة اش معانتها بقوة السلطة ما كاكا برا عفس واذاكا هو والبلاد معناها فوضى عن مستويت الكل تبدأ انا الروح من شارع كارتا عشاني نسميه ويبدأ عارضك في السوس انتردي تعلو الذوقري بش يسبك لابدها من ردها احيانا ما فيماش برا طلع في المخالفات وهكا عندك موارد بعض اغرى في النهاية البلاد توا يعجبك المنظر تمشي في كل بقعة تيجا ناس ناس با بارتو ما تقطعش لرزاقه وقدمناه المقترحة تهي المغرب مشينا له هاي تركي تعمل في نفس الشي في النهار بيناسب حتى احد قدام الناس اللي تدفع في الضريبة متاحة وتدفع في الظوية بربي شنوة اللي فيه باش جيه بداية نمي الثمانية ولا وقت يتسكر المؤسسات هذيك المنظمة وتعطيه كارو ويدفع ساعة رمزي وديه في الليل وتحرك البلاد وتكثر شنوة المشكل في الإجراءات هذه لا تطلع فلوس لا تطلع بقوة تردع عندها شنوة بش تعملها لا تخصر حد بالعكس باش تربحنا في برشة حاجة هو سعابي سعابي كانت تسمح أنا منعرش نوة المشكلة ما تسأل فيه منعرش أنا الحقيقة شيبهت شيبهت أيين جزتما شيبهت شيبهت معناها يقول قايل اليوم الإيدين مطلقة كمبلتما عندك إمكانية أنك تعمل حاجة لتحسن عيشة التوينسة لكن كن نرجع لمقترحاتكم على مستوى تنظيم الحياة العامة وتحسين المحيط وقلي تقولوا مثلا اليوم فما عدم قدرة على حل المشاكل في سفيقس فما قلة قدرة سياسية في التعامل أنا نحكي في مستوها الأول المستوى الآخر كان نجي نعمل السياس رغم أن يمش مختص في البيعة طو أغلب المشاكل في الجهات كل ولاية تقول لك ما تحطنيش عندي يعني عجب ما يتمش التفكير في بلاسة مشتركة في الحدود متاع الولايتين طو أنا عندي مشكل في ولاية سفاقس وقابس تقول لك ما تحطش عندي ما نجموش نجي والخط اللي يفصل بين سفاقس وقابس ونفكر وقتها حطوا عنده زوز ما بيجير وحطوا عنده زوز بمعنى زوز هل يطلب برج الاتهاد بين مدنين وقابس عنا مشكل جربها وفاقها مشاكل تسترها نجي هنا في الانترميديان آه يا أخويا مئة متر من عندك ولا مئتين ومئتين من هنا يا سيدي ليه يا جنوب ولا تشتكي الرعي تحتاج إلى التفكير ما فيش برشة تعقيد إلى عقل إلى عقل هذا هذا 100% نحب المرة جاية نتقابله بش نحكيه مبعضنا على النقاط هذه سي عبيد كانت تسمح اللي اقترحها تونس إلى الأمام أخريبا بالنقطة بالنقطة لكلها نقاط مهمة انتم ما قدمتوها على مستوى تنظيم الحياة العامة المستوى السياسي المستوى الاقتصادي المستوى الاجتماعي وأفاق التنمية يمكن هذا بشقرب أكثر من بعض إلى الحملة الانتخابية نحكيه فيها في علاقة زادة بذهنية السلطة الآن اللي يبدو أنه يمكن مش نفس هات نقول الأولويات أولويات سلطة اليوم هات نفس الأولويات اللي موجودة لهنا وفمشكو قال عليها أنه كلم فضفاظ نخلي لك تقيقها ونص من زمان بش تجاو سيلش اللي قال كلم فضفاظ مسيلش لكن احنا اعتمدنا بالشكل التالي ينزمنا إصلاحات كبيرة وبرنامج المدة خمس سنوات يمتد تتعملوا لجنة التفكير وتكون متعناس حتى مختلفة في المواقف بش تعمل هذه يزمك إجراءات حينية تخلق مناخم تعثيقة المناخم تعثيقة هو اللي أسس للحديث في الإصلاحات الكبرى وتكون فيزيبل عند الناس وفما مسألة محورية ومهمة جدا ما لم ترجع في البلاد لن نتقدم وهي قيمة العمل في الستينات أرجع للأحصاء معناها قيمة العمل فورس دوت رفاي كانت تمثل 70% و30% رأس المال اليوم في بلادنا تقلب تلومور 60% يمثلوا رأس المال و30% من قيمة العمل وذلك كل واحد ماذا بيهر بالخدمة ويعمل نصبا منتع دخان ولا نصبا منتع ترشوه ما لم نسترجع قيمة العمل بإجراءات في جانب اجتماعي وتشريك مختلف الأطراف زادة كيف كيف في الإجراءات التي ذكرناها متدرجة في الحيني وفي الإصلاحات الأخرى أيضا معتها على المستوى القريب فيها السياسي وفيها الاجتماعي وفيها الإصلاحات الكبرى مستقبلة شكرا لك عمد بريك بارك الله فيك بارك الله فيك